لا يزال القدل بشأن الاتفاق النووي الإيراني متواصلا بين الأطراف المعنية مع نزعة بادية من قبل حلفاء وخصوم الولايات المتحدة لدعم الاتفاق مع إيران في جينيف وفي مؤتمر عن خطر الانتشار النووي وجهت دعوات متكررة لأطراف الاتفاق وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لضمان تنفيذه والإبقاء عليها هذه الدعوة تأتي بعد يوم من رسالة وجهها الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه لا توجد خطة بديلة لمواصلة كبح تموحات تهران النووية في محاولة لإثناء ترامب عن تنفيذ ما تعهد به من الانسحاب من الاتفاق إذ لم يشدد الحلفاء الأوروبيون بنوده بحلول منتصف مايو الأمم المتحدة أعربت عن تمسكها برؤيتها للاتفاق أفضل طريقة لضمان طبيعة السلمية لبرنامج إيران نووية لا يزال سكرتير العام للأمم المتحدة مقتنعا بأن خطة العمل المشتركة الشاملة مستمرة في كونها الوسيلة الأفضل لضمان استمرارية الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني وأيضا لأنها الوسيلة الأمثل لتحقيق عوائد اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني ونأمل في استمرار التزام كل أطراف تلك الخطة بتطبيقها والحفاظ عليها على المدى البعيد أما المبعوث الأمريكي لشؤون منع الانتشار النووي رأى أن إيران شكلت تحديا حقيقيا جدا وبعيد المدى لنظام منع الانتشار النووي من جهتها أيدت تهران على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ضريف رؤية الرئيس الفرنسي بأنه لا خطة بديلة للاتفاق وكتب ضريف على تويتر إما كل شيء أو لا شيء وفي الاتجاه ذاته صارت موسكو إذ أعلن وزير الخارجية الروسي سارجي لافروف خلال زيارته لبكين أنه اتفق مع نظيره الصيني على التصدي لأي محاولة أمريكية لتقويد الاتفاق نحن والصين لنا موقف موحد حيث أن مجلس الأمن هو المنظومة الأعلى المسؤولة عن الحفاظ على الأمن العالمي ومن غير المقبول أن يتم إعادة النظر في تلك الاتفاقيات وإذا حدث ذلك فستكون محاولة لمراجعة واحدة من أعظم الإنجازات للدبلوماسيات الدولية مؤخرا وسنقوم نحن وجمهورية الصين الشعبية ببذل كل ما في وسعنا للتصدي لهذا حتى لا يتم السماح ببث هذا التطور الخطير لحدثين كهذا أثني عشر من مايو المقبل هو موعد المهلة التي حددها ترامب لحلفائه الأوروبيين لإصلاح ما أسمى عيوبا قسيمة بالاتفاق مع إيران وإلا ستنسحب منه واشنطن وهو الأمر الذي توعدت تهران بالرد عليه بردود أفعال متوقعة وأخرى غير متوقعة ترجمة نانسي قنقر